الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لَ الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِن دَبيِب النَّمِل لَ الشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِن دَبيِب النَّمِل هو الذي نفسي بيده إنه لأخفى من دبيب النَّمِل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا أدلك يقول لأي بكرة الصديقة ألا أدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك كثيرة هو قليلة يعني تسلم من الشرك الأصغر كثيره وقليله ثم قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم هذا الدعاء إذا اعتاده الإنسان يذهب الله عنه الشرك الأكبر والشرك الأسود ولو قدر أنه وقع منه شيء من هذا الشرك الأصغر الذي هو خفي كما قال ابن عباس أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تماما خفي جدا يلتزم الإنسان هذا الدعاء الله المستعان أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة